في اخر تطورات الملف الليبي صراحت الخارجية الامريكية ان وزير الخارجية انتوني بلانكن ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد لدبيبا اكد في اتصال هاتفي على ضرورة اجراء انتخابات حرة نزيهة في البلاد الخارجية الامريكية اضافت في بيان ان المسؤولين شددوا على الحاجة الملحة لتطبيق كامل اتفاق وقف اطلاق النار المبرمي في الثالثة والعشرين من اكتوبر الفين وعشرين بما في ذلك اخراج كل القوات الاجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير في السياق اعرب امين عام حلف شمال الاطلسي يانس ستلتنبرغ عن استعداد الحلف لتعزيز العمل الامني في ليبيا شريطة طلب الليبيين ذلك وخلال كلمة له بمؤتمر صحفي اكد ستلتنبرغ ان الحلف سيواصل مساندته لمسار السلام وسيساعد كذلك في تعزيز العمل الامني عندما يقرر ليبيون ذلك معتبرا ان هذه الخطوة تفتح الطريق للانتخابات ومنذ اعلان البعثة الاممية الى ليبيا تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة ومنحها الثقة عاد ملف المرتزقة في البلاد الى واجهة الاحداث وسط مطالبات دولية باخراجهم واحترام خريطة الطريق الاممية التي ستقود الى اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في كانون الاول ديسمبر من العام الجاري ولا يعتبر التدخل المحتمل للناتو في ليبيا جديدا ففي السابع عشر من اذار عام 2011 صوتت الامم المتحدة لصالح تدخل قوات الحلف في البلاد في اعقاب بدء الاحتجاجات ضد نظام معمر القذافي حيث شن الطائرات الناتو على اثره عمليات قصف ضد القوات الليبية على مدار الاشهر السبعة التالية